جمهور الجميل نرجع بلادف تاني ارجع بس اوقف هنا في ربط ما بين علي معلول الجناح الطاير للنادي الاهلي وما بين اجاييه الراجل هنا ادي لاعب اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع لعبين من نادي الزمالك ده عدم تمركز دفاعي خاطئ جدا ما بين ادي لاعب اتنين تلاتة اربعة خمسة جونيور اجاييه كمل معايا الفيديو هنا طبعا استهترمه بصي تلاتة اربع لعبين غير متوقعين نهاي طبعا الراجل وهو بكل سهولة راجل بيحط وش رجله في الجون على طول عايزين يجيب الهدف التاني طبعا جونيور اجاييه من افضل اللعبين اللي موجودة ريني فينر قدر يدفع به بشكل قوي جدا جدا قدر يعتمد عليه ريني فينر بشكل وكواليتي هو عنده الكواليتي ولد هداف عايزين نخش بالهدف التاني خد بالك ان فيه في اللقاء ده مكاسب كتير جدا للاهل والزمالك ارجع هنا طبعا حسين الشحيات عايزين نرجع بس بالهدف تاني ارجع بالهدف ارجع نرجع تاني بس اوقف طبعا هنا غلط خطأ محمد عبدالشافي اللي كان غير متوقع تماما اللي جمهور الزمالك ما كانش متوقعه تماما امشي معايا بالفيديو امشي بس اوقف امشي امشي معلش امشي امشي معايا بالفيديو اوقف هنا خطأ محمد عبدالشافي القاتل اللي كلف نادي الزمالك كلفه بهدف طبعا محمد عبدالشافي لعيب كبير ولكن الغلط تشاطر بألف طبعاً كمل فيديو معي وبما أن غلط شاطر بألف طبعاً عبد الشافي بيغلط والراجل حسين الشحات بيحط بطن رجله طبعاً فيه أخطاء بنتكلم عليها بس قدر كاردرون يزبطها الفترة اللي فاتت نمشي الخش بقى بالهدف الثالث بتاع الناد الأهلي واللي كله زكاء واللي كله مرونة واللي كله شياك كزا ما بيقوله بالبلد جداً كان فيه هدف عالمي لحسين الشحات خش بالهدف الثالث اللي هواريك من خلاله أني فعلاً حسين الشحات يستهل الفلوسة الدفعت فيه زي ما بيقوله كده أخوش بالهدف الثالث امشي بالهدف الثالث هنا طبعاً رمضان صبحي وهم الكواليسة تعرفوا على رمضان صبحي طبعاً ارجع لي بقى بالهدف بقى هواريك جونيور أجيه والإبداع اللي بيعمله جونيور أجيه على فكرة الهدف هنا امشي بس أوف 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 طبعاً دي خط الظهر محمود علاء طبعاً هيك محمرة عبد الشافيكة أخطأ كبيرة جداً امشي امشي معي بس أوف أوف طبعاً هنا الهدف بدأ ييجي من عن طريق جونيور أجيه بنسبة 99% الرجل قطع كمل معي الفيديو كمل أوف أوف ده الجون مش الكرة اللي راحت في الشبكة لا ده الجون فعلاً واحدة واحدة امشي معي أوف عايزك ترجع تاني بس هوصل بس لجمهور الجميل حاجة معينة امشي سنة زورة امشي بس وقف ارجع لي سنة تاني معلش ارجع لي سنة بس الهدف هنا في لفة جونيور أجيه فده مكسب النادي الأهلي ده الهدف يا جماعة الفكرة في الهدف أو فكرة المهاجم المهاجم بلحظة اللي هو لحظة على طول أوصل لحظة على طول ما كملهاش في مهاجم بيفكر كتير قوي فالمهاجم هنا لحظة كمل الفيديو عادي طبيعي امشي زي ما احنا ما نقفش الفيديو المهاجم لحظة ركز معي تاني وهنشوف الهدف تاني وهنخلي مش نوقف حاجة زي ما احنا ماشيين الهدف لحظة الراجل تليع زكي قوي لفة الوسط اللي استلام نفسه الرياكشن المرونة هي الفكرة مش في الجون ولكن الفكرة الابداع والمرونة والرياكشن والروتاشن اللي قدر يتعامل ما بين رمضان صبحا مين جونور عشيين عايزين نمشي ونجيب عادة الهدف طبعا الفكرة هنا اوقف اوقف كلا كت تاني مرة غلطة الشاطر بألف كان غلطة كابتن محمد عبدالشافي دلوقتي غلطة الكابتن شيكبالا عشان غلطة الشاطر بألف على فكرة هما كانوا أسباب شيكبالا مش هحمل على كابتن محمد عبدالشافي ولكن غلطة الشاطر بألف غلطة الشاطر بألف خد بالك هنا امشي بالفيديو ارجعلي طب انت هتعمل ايه كريم ندفت طبعا رمضان صبح راجل قطع للشيكبالا ادى راجل برة الجيم خالص ان غلطة الشاطر بألف طبعا رمضان كابتن شيكبالا كلف فرقته كل سنة ونت طيب خط الظهر الضرب ثلاث لعبين اقف 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 ريني باينر بيعمل ايه بيلعب بمسلس مقلوب ثلاث لعبين ادى عندي جونيور اجيه تمام عندي حسين الشحات عندي رمضان صبح لو كمي خمي بقى معي المسلس هتقلب خذ بالك اقف ايوة كمي كمي معي اقف المسلس هتقلب رمضان صبح هيجيه هنا جونيور اجيه هيجيه هنا قادر الرجل علي معلول موود هنا ماتش جامد نقول تاني اسمعني تاني امشي معايا بالفيديو امشي اوقف ارجع لي سنة معلش ارجع بس اوقف اخذ سنة كمان ورا معلش سنة ارجع لي خطوة واحدة اوقف لو خدنا بنا ركز معايا شوية رمضان صبحي الرجل هيجي هنا كمل الهدف طبيعي وركز معايا كمل 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 قدي الباص قدي رمضان صبحي برا غلطة الشطر بألف شكابالة تكلف الفرقة كتير قوي هنخش على هدف الزمالك طبعا زي ما تكلمت على اهلي هتكلم على الزمالك كان مكسب الزمالك في المباراة دي مصطفى محمد وخطأ اخطاء كبيرة جدا بتحصل غير طبيعية هتلي بقى الهدف الاولاني النادي الزمالك ارجع ورا ارجع لي خطوة كمان ارجع لي هجمة من اولها ارجع كمل اوقف دي ما كانتش كرة مصطفى محمد لجورة الشنوية بس هو شطر قوي ما انا قلتلك تكر كلامي قلتلك ان المهاجم لحظة ارجع لي خطوة كمان بالفيديو بس عندك حمد فتحي وعندك مصطفى محمد المهاجم لحظة اسمعني تاني امشي بالفيديو بس اوقف عايز ارجع ارجع تاني ارجع عبل ما ادخل على الشنوية اوقف اوقف حمد فتحي ومصطفى محمد ادي الكورة طلع يعني لو فيه تاكلينج كل سنواتة طيب رجل هتطلع بره ولكن كمل الفيديو كمل معايا كمل كمل اشتغل اشتغل كمل كمل شغال ماشي الفيديو طبيعي ما تقفش طبعا غلطة شغطر بألف خد بالك اتقيل جاي ورا اسمعني كمل الفيديو كمل زي ما انت وهت للهدف التاني بتاع الزمالك ركز معايا زي ما كان فيه خسارة للزمالك الكابتن عبد الشافي خاطئ فاتح جدا الكابتن شكبالة نجم زمالك طبعا كان فيه خطأ خطأ فاتحة جدا ونتمنا يا ما تتكررش ركز معايا ماشي الفيديو ماشي الفيديو ماشي معايا الفيديو وهت لهدف الزمالك التاني طبعا محمود علي طبعا ما اقدرش اتكلم لان الرجل جزار جزار وزير الدفاع فعلا تقال عليه العيب عليه قوي طبعا غلطة شطر بقال في الكابتون محمد الشناوي فيه الهدف الثاني طبعا الرجل بيروح الشناوي بيروح معاه اوقف انا قلت ايه المهاجم لحظة اتفرج الرجل كمل حمدي فتح كان برا الجيم طبعا ده بيرجع للإصابات الكورة ما كانش بتاحته الكورة ما كانش بتاحته كمل الفيديو طبيعي خالص طبعا هو رح سحب شيكابالة واخدت مصطفى محمد كمل الفيديو طبعا الرجل بيروح بيهض بس العزة وصلوا لك ايه ان المهاجم لحظة فعلا نفتكر كابتون عماد متعب نفتكر حسام حسن نفتكر النجوم ده كلها فعايز اقول لولادنا الزغيرين اتفرج على الناس دي كويس اوي الغلطة لعيب الكورة الشطر بألف تمام فهنا يكون لازم يكون عندنا فكر لازم يكون عندنا تاكتك لازم يكون عندنا وعي وزي ما قلنا المهاجم لحظة فيبقى معي مهاجم في اخر فكرة طبعا ودي مفاجة من الارتين طبعا اتمنى اكونوا استفدتم وطبعا فاصل ونرجع لكم تاني محدش يروح مكان اقوى الفكارات لسه جاية انتظرونا فاصل ثم نعود